اليوم بدنا نعمل مع بعض كيكة الشوكولات بست مكونات فقط بدون زيت بدون حليب بدون زبدة بدون فصل الصفارة عن البيض ممكن نعملها كيكة عادية وممكن انها تكون سويس رول يلا نبدأ مع بعض واهلا وسهلا بالجميع 300 جرام سكر 450 جرام بيض 60 جرام كاكاو عندي 20 جرام تقريبا فانيلا و20 جرام بيكين باودر واخر 20 طحين 260 جرام هذه كل المكونات طبعا ببدأ بالبيض والسكر مع بعض زائد الفانيلا بخفؤهم بالخفاءة لحتى يعطيني قوام ببيض وخفيف زي ما حتشوفوها الحين في الفيديو كيكة الشوكولات بموس اللوتاس وصوص الكرامل اللي نزلتها قبل فترة هاي كانت معمولة من هاي الكيكة بالنسبة لهاي الكيكة ما بتتحمل طوابق يعني بتقدروا تعملوها طابق واحد لأي عدد بتكمية 15-15-20 شخص ما في مشكلة الآن رح أجيب الطحين والكاكاو والبيكين باودر هأحرككم كلهم مع بعض طبعا بالنسبة للبيض أنا وصلت للقوام اللي بديها زي ما انتوا شايفين الآن الحلو في هاي الكيكة كمان بقدر بأضيف لطحين والمواد الجافة والخفاءة عم تخفؤ بس لو سمحتم بسرعة بطيئة جدا جدا لأنه أنا بدي أحافظ على كمية الهواء الموجودة في الكيكة بالنسبة لهاي الكيكة بقدر أعملها كمان على فانيلا بس بدل ما أحط 260 جرام طحين و60 جرام كاكاو بس تبدل الكاكاو بطحين يعني بيصير عندي ما في كاكاو وبداله 320 جرام من الطحين طبعا رح أخلص كل الكمية الموجودة عندي وقفت خفئ وراح باستخدام السباتيولر بحركة دائرية إني بضغط على الإناء وبحرك المزيج لحتى أحاول إنه كل المزيج يختلط مع بعضه في نفس الوقت إني أحافظ على كمية الهواء الموجودة جوا الكيكة ظاهر كيف المزيج خفيف وبنفس الوقت مليان هوا نحاول ما نبالغ في الخليط لحتى نحافظ على كمية الهواء الموجودة في الخليط الآن رح أسكب كل الخليط في صنية أنا حطيتها 60 في 40 سنتي طبعا هي رح تعطيني بعد الخبز كيكة ارتفاعها 4 سنتي إذا أنتوا بتحبوا تكون هاي الكيكة لالسويس رول ممكن تعملوها أرأ أو أنعم أو ارتفاعها أقل بأنكم تقسموا الخليط لصنيتين 30 في 35 أو 30 في 40 سنتي خبزتها من 10 إلى 12 دقيقة على 180 درجة هذا شكلها بعد ما طلعت من الفرن كيكة كتير كتير طيبة وخفيفة وبنفس الوقت سهلة في الشغل إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم اكتبوا لي آراءكم انتظروني في فيديو مقبل وشكرا شكرا على المشاهدة